السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم إذن خللونا ننتقل لمرحلة الـ Edit لما أضغط على الـ Button Edit دي أخذني لي صفحة الـ Edit لكن الـ Edit فارغ فشون اللي أحتاجه أيضاً Text View أنا راح أحتاج إذن Plain Text عفواً Edit Text راح أحتاج اثنين اللي هو للـ Name والـ Author إذا أنت عندك أكثر ممكن تضيف وإيضاً الـ Bottom اللي هو الـ Edit هذا عفواً هذا راح يكون للـ Edit عفواً Name Edit Page خلي نسميها هذا أيضاً نأخذ الـ Edit Page هنا نعمل الـ Copy حتى نستخدم الـ Author أيضاً Copy هنا نجي هنا عدنا Author Edit Page تمام الـ Button راح يكون Edit Page Button Edit Page بس حتى ميزة يعني تم ممكن تختار الأسم أفضل Text Text الـ Name يبقى نفسه Author و هنا الـ Button عفواً يحتاج إلى كلمة Edit طيب إذن الـ IDIات أنا عملتها إذا تريد تغير الألوان الـ Padding و هاي الأشياء ممكن تغيرها أنت فيما بعد لأنت أخذت الفكرة كيف تعدل عليها بالـ Style لكن أنا المهم عندي أوصل لك كيف نعمل الـ Edit مع الـ API هذا Horizontal هذا Vertical خلاص صار عدنا الـ Edit جاهز حتى لما نجي نعمل الـ Run لازم مفروض كل شي تمام نجي للـ Edit طيب لـ Edit المعلومات مالتا نفس فكرة الـ Add على فكرة بس الفرق بيناتهم أنه هو راح يتعامل معه ID حتى يغير على الشي موجود لكن الـ Add يضيف شي غير موجود فنجي نعمل هنا Past ونقول له OK حتى يضيفهم فعندي الـ Name هذا بدل الـ Add أقدر أسمي Name Edit خلينا نجي هنا اشتغل لما أضغط على القلم لاحظ أخذني للـ Edit اللي هو Name and Author طبعا نفس القيم بس شون أنا أعرف أنه هذا Edit يلا كلمة Edit فهنا أجي أقول له Name Edit and Author Edit تمام عدي شنو عندي البوتون أيضا راح يكون Edit هذا نفس فكرته هنا كيف عرفناهم نفس الشي نأخذ هذا كله Copy هذا مع Save button كله كله وبعدين نغيره نجي هنا حتى نخلص الـ Edit بسرعة أوكي شنو عدنا؟ عدنا الـ Name Add راح يكون Name Edit Author راح يكون Edit وعدنا Edit button Edit ولا تنسى نا أيضا Edit هذا نا أيضا Name Edit Page صح؟ والـ Author Author Edit Page والـ Edit Edit Button Edit Page أوكي هذول عاديين للـ Edit Page فهنا أنا أجي أقول له Edit Page و هذا الفنكشن راح أعمل بدل Save Edit خلاص كملتا بس يبقى هنا شيء إضافي احنا في الـ Adapter دا نرسل معلومات صح لما نعمل Click الـ Intent بيرسل معلوماتها هذا خلي أخذه حتى أعرف المعلومات شنو هي Edit الرسل واجعل الـ Add هنا طبعا على فكرة ممكن هنا أيضا نحتاج إلى متغير ID اللي هو راح يكون ID الخاص بهذه القيام هذا الـ ID أوكي فنعمل String ID وننزل هنا نعمل Paste لهذا حتى بس أذكر شنو الأشياء اللي احنا نتعاملو يوم حتى نجيب المعلومات فهنا أحتاج Private Bundle أسمي Extras صح؟ طيب الآن هنا أقول لها Extras يساوي GetIntent .getExtras هذا تعريف مالتا أجي أقول لها If الاكسترس لم تكن تساوي النول أو لا تساوي النول فش راح أعمل الـ Name والأثر والSave button الـ Name أقول لها .set text text extras .get string اللي هو منه الـ Name اللي أنا أرسله عن طريق الـ Intend صح؟ هذا أول واحد والثاني واحد اللي هو منه author author و author بهذا الصورة يعني أرسلها يبقى عندي الـ Id الـ Id راح يساوي لي Extras .getInit لأنه لأنه رقم تمام؟ فارز ونقطة للـ Id هذا الـ Key مالتا هنا هنا شنو عندي مشكلة أنه هذا الـ Id عملت string فأرجع هنا أقول لها .إنت وأقدر أضيف له Private لأنه راح يشتغل فقط في هذا الـ Class فصار كل شيء تمام هذولا ما أحتاجهم بعد حلو؟ الآن كل شيء ممتاز لكن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ نقوم بإمكانه حلو 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 الآد الآن كل شيء تمام صح له لا؟ كل شيء تمام هنرجع للـ Edit هنانا كان البلاوي لاحظ Pist هن نسختهم ها 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 فنجي هنانا نقول Private Bundle أتصور البندل هنا جايبين هذا Bundle Extras فارزه من أقطه فراح يتعرف عندي الإكستراس يبقى هنانا الـ Edit هذا والواحد وهذا الـ Author الـ Editor الـ Private Init ID قيمتها تنضافه هنا Edit تمام كل شيء تمام بس عدنا الـ Edit Function لازم نعمله طبعا أنت بعد ما تعمل عملية الـ Edit ممكن أنه تحول يعني مثل الـ Add هنا لما ضفنا القيم نقدر نعمل شيء لاحظ احنا وين ضفنا الـ Intent وين 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 قلنا إذا نجحت العملية Successful أو مو Successful احنا نرسلها نقدر نهذفهم ليش نذكره مرتين نقدر نعمل شيء Cut بعد ما تصير عملية الإضافة سواء صار Error أو نجحت رح يحول هالـ Main فنفس الكلام بالنسبة للـ Edit لكن هنانا Edit Data Class أوكي This اللي هو هذا عدنا Error اللي هو شنو؟ الـ Edit Data طبعا الـ Edit Data لازم يعرف الـ ID شنو هو في الـ ID راح نطيلي بالـ Init أو احنا أنا أقول لـ ID ID تمام؟ هذا الـ ID منه؟ هو هذا الـ ID إذا عنده ID قدر يعمل لـ Edit بس يبقى عدنا شنو؟ يبقى عدنا إنه إحنا نخلق هذا الـ Function أنا عندي هذا الزيادة؟ أيه طيب تعال هنا هذا الـ OnCreate صح تعال هنا كله Private لين هنا رفع قد راح يشتغل الـ Edit Void And Edit Data الـ Edit Data الـ Edit Data Integer ID وأعمل Enter نفس الكلام اللي طبقته بالـ Add أجي هنا بالـ Add عندي Token عندي MyName عندي Author هذا كله أخذ الـ Copy واجي على الـ Edit أقول له أوكي ضعف لي ياه راح ياخذ لي الـ Token هنا أنا Edit The Name أوكي Name Edit وهنا Author Edit تمام؟ هذا هنا راح يجي وهنا راح يجي Author Edit هذا ما كانه هذا ما كانه حلو؟ هالشكل احنا كل شي في السليم يبقى نفس الكلام بالنسبة للآد احنا نرسل باراميترات وعدنا الـ Progress هذا كله نعمل الـ Copy نيجي على الـ Edit طبعا هنا ينتهي الـ Edit بعد الـ F هنزل الأسهل شوي احنا أجي أعمل الـ Past وأجي أقول له أوكي فرح يضيف لي الـ Progress Dialog ورح يضيف لي الـ Json مع الـ Parameterات والـ Parameterات هي نفسها MyName MyAuthor MyName MyAuthor وهنا نهم بالـ Edit وين ه ؟ Put بالEdit لاحظ نفس الـ Ad بس لكن يختلف انو قا نضيف إلى الرقم حتى يغير على شي ما وجود فاااااااااااااااااااا يبقى عليها شنو؟ يبقى عليها أن выбرpping لن retrieve هذه الأشياء أيضااااااااااااااااااااااااااااااااا الـ Json ولغاية الـ Volley هنا تمام Copy نفس اللي عملت بالـ Ad اجي هنو Aqui هذه الماكاتب يحتاجها نقل لي أوكي طيب خلنا نجي نصات فوق احنا عدنا request ويقولك request وrequest post لا احنا لما نحمل تحديث نختار الميثود put تمام انتبه put بعدين url هو نفسها احنا دللاحظ هو نفسها box بس لكن ديضيفه شنو id فاذا احنا احنا راح اعمل تغيير بسيط شنو هو اجي اقول لها زائد زائد واضع string اوكي معاها slash ليش لان احنا لاحظ هنا في slash بعدين رقم وهنا اجي اضع شنو ال id اوكي هذا ال id منين ياخذه يمرر عن طريق الفنكشن هذا اللي هو بالتالي ياخذه منين ياخذه مننا اللي هو معرفين هنا فاذا عرف ال id يحتاج لل post parameter اللي هو هاي القيم اللي راح يضعها اليوزر حسب هو اللي يريدي غيره اوكي وهنانا response راح يعمل لك اذا اجيه success هذا الشون نجي نتأكد نعم عندك succeed boolean اذا succeed خلاص صار التعديلات انطيني المسيج ليش المسيج بوك أبديتد سكسفلي خلاص وهنا يوقف لي ال progress dialog او عندي مشكلة ال progress dialog يسأل لي dismiss ويطلع لي شنو المشكلة اللي كانت موجودة احنا مثلا ممكن يطلع لي error او sorry او شي انت تريد الضيفة تمام احنا شنو عدنا احنا ما حاطين شي بس هنا عدنا ال accept application json هيدر accept application json عدنا هنا ايضا ال authorization barrier token هذا barrier token تمام معت ال update اندي ايضا جاهز يبقى علي بس اعمل update خلني ايجي نعمل refresh او run من جديد عفوان حتى نتأكد انه لأدت نجح يبقى لنا اخر عملية يدريد وينتهي اعرف صبرت وطويل بس هذا الموضوع جدا مهم لكم اوكي طيب هذا نيجي على اول واحد master fd 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 نيجي نقوله هنا وايضا خلينا نتأكد من البيانات لو نيجي نلاحظ اول واحد اثنين master fd fd خلني ايجي master fd fd نسميها بmaster python اوكي احمد سالم راح ايجي اعملها اعملها همم طني اسم ما استردن اسم ابنات زهراء سالم edit book update successfully master python زهراء سالم خلني ايجي هنا هنا بعد على البيانات القديمة خلني ايجي مرت الله نطلب البيانات الحديثة master python زهراء سالم ياس ياس الupdate هم خلص خلونا نوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة اشتركوا في القناة